سعارة النائب سوسا كمال تفضلي شكرا معي الرئيس معي الرئيس أن الحالة الحرجة الراهنة للمخزون السمكي بالمياه الأقليمية لمملكتنا الغالية تتطلب تعاون وتقديم تنازلات من جميع الشركاء سواء كانوا مؤسسات حكومية أو صيادين أو مستهلكين إقرار استراتيجية شاملة لإنعاش المخزون السمكي أصبحت ضرورة ملحة لما لهذا القطاع من أهمية وطنية استراتيجية على مختلف الأصعدة ندعم توجهات الحكومة الرشيدة باستحداث بعض السياسات والإجراءات والأدوات لإدارة الثروات السمكية بمياهنا الأقليمية بصورة مستدامة لقد سبقتنا الدول المجاورة في حظر صيد الربيان بواسطة الكراف وحظر صيد الأسماك التجارية مؤقتا خلال موسم تكاثرها ونعتقد بأن هذه الإجراءات ستساهم إن شاء الله في الحد من التدهور في الثروات السمكية إن تحديد موسم حظر صيد الأسماك خلال موسم التكاثر يجب أن يعتمد على الدراسات والإحصائيات العلمية ويخضع لمراجعة مستمرة من قبل الجهات المختصة كما هو الحال في باقي الدول بالمقابل فإن الصيادين شركاء أساسيين في هذا القطاع ومن المهم تقييم الأضرار التي ستلحق بهم جراء الإجراءات الجديدة والبحث عن حلول للحفاظ على مصالحهم قدر الإمكان شكرا لكم شكرا